السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أنكم تكونوا بخير على خير وأنتم لا ترى هذا الفيديو أحبكم في قناة ومسندس اليوم أصدقائكم بالوصفة المجنوم كيك سوف نشارك معكم الطريقة فأبقوا معي نترككم على المقادير وطريقة تحضر وإلى أول مرة ترى الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وليجيم وليكمونتير لكي تشجعوني هنا بالنسبة للمقادير نحتاج الكيك اي نوع الكيك تحنه ونجمعه بالشوكولات بالنسبة لكي تستعمل الفرماج مثل ماسكا خبون اي نوع مهم على حسب الرغبة هنا سنجمع بالشوكولات كما تشاهدون سنخلط المكونات مع بعضها جيدة مهمة دوبت الشوكولات سنأخذ المولة السيليكون كما تشاهدون معي ونضع الشوكولات ومن بعد نضع الحشو وانتوما معايا تبقوا مع الفيديو تشوفوا طال الخر بش تشوفوا الطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن بعد حسنا سنلتجوا سنضع المولة بالشوكولات ونعود ونضيع الحشو كما تشاهدون ومن بعد كما تشاهدون ثلاثة شادت الشوكولات وأمراه كما تشاهدون معي ونأخذ دكتا ونأخذ ونأخذ كما تشاهدون معي نستمر بنفس الطريقة ونأخذ ثم نأخذ ونأخذ 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 الفيديو ونأخذ الان محضة ونأخذ 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 مباشرة ونأخذ ونأخذ سوف نعود لكم بشكل نهائي و هنا يصفيها من بعد ذلك سوف نعود لهم تزيين بالنسبة لهم تزيين على حسب الرغبة و لا ترى الشكل نهائي فبقوا معي تلخطي الفيديو نعود لهم بشكل نهائي و نحن نقوم بشكل نهائي و ننشرتهم من فوق و تستطيعون التزيين على حسب الرغبة و نستطيع المشكلة و نستطيع التزيين على حسب الرغبة كما قلت لكم و نستطيع التزيين على حسب الرغبة و من بعد ذلك نرقل شكل نديد الحبيبات و نستطيع التزيين على الحبيبات هنا هو الشكل النهائي من بعد مسالة مقنوم كيك الذي شاركت معكم أتمنى أنه ينالوا الإعجاب وتجربوهم و لا تنسوا أن تخليوا لي كومنتر و يجب أن تشجعوني وبسلام عليكم و تلقوا فيديو جديد إن شاء الله شكرا